بسم الله الرحمن الرحيم هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في اليوم العاشر من شهر الله المحرم سنة 43 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيث صامت أمة الإسلام اليوم يوم عاشوراء لهذا العام نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم جميعا ينعقد هذا المجلس الثالث عشر من مجالس مدارستنا لتهذيب السيرة النبوية فيما صدر به الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه تهذيب الأسماء واللغات وها نحن في آخر فصول الباب قبل خاتمته التي جعلها في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام نجعل من مجلسنا هذا في ليلتنا هذه بابا كبيرا نلج به إلى رحمات تغشانا من ربنا الكريم جل جلاله وصلوات تتنزل علينا من رب العالمين وديان يوم الدين بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وها نحن في مذاكرة سيرته وشمائله وأموره المتعلقة بخصائصه صلى الله عليه وسلم فإنما نملأ مجالسنا حياتنا صحائفنا صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم لتغشانا من ربنا أبرك الصلوات وأعظمها نبراس هذا الكون منبع نوره بلغت مآثره الكريمة أنجما لك يا رسول الله خير مكانة في قلب من صلى عليك وسلم صلى الله عليه وسلم وقد وقف بنا الحديث في آخر فصوله كما أسلفت في أفراسه ودوابه وسلاحه صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال مصنف رحمه الله فصل في أفراسه ودوابه وسلاحه صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراس أفراس جمع فرس والمراد به أنث الخي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يا كرام يحب الخيل ويرتبطها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه كما أخرج النسائي في سننه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل ولحبه للخيل عليه الصلاة والسلام فإنه اقتناها وارتبطها وكان صلى الله عليه وسلم يملك عدة أفراس قادها في غزواته وقع الخلاف بين أهل العلم في الخيور والأفراس التي ارتبطها إلا أنهم أجمعوا على أنه كان له صلى الله عليه وسلم سبعة أفراس ويروى أنه كان له عشرة وقع الخلاف في بعضها وقيل له كانت له أفراس أخر خمسة عشر ولكن مختلف فيها وسيعرض المصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه الأفراس وخصوصا المتفق عليها فهي المرتجز واللحيف واللزاز والضرب والسكب وسبحة والورد هذه السبعة كما سيأتي في حديث المصنف متفق عليها وذكر الاتفاق عليها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي وجمعها في بيت فقال رحمه الله والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار وهكذا فإن عناية أهل العلم بتعداد هذه الأفراس وذكرها هو من تمام عنايتهم بدقيق جوانب حياته صلى الله عليه وسلم وهو مما يذكر عادة في الشمائل ضمن المقتنيات والأمور التي تخصه عليه الصلاة والسلام فأول فرس ملكه السكب بفتح السين المهملة وإسكان الكاف وبالموحدة وكان أغر محجلا محجلا وكان أغر محجلا طلق اليمين وهو أول فرس غزى عليه هذا أشهر أفراسه صلى الله عليه وسلم أو من أشهرها فرس يقال له السكب بسكون الكاف مع فتح السين كان هذا الفرس أغر محجلا الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في قوائمه قوله طلق اليمين يعني أن قائمه الأيمن يعني يده اليمنى مطلقة من التحجيل أي ليس فيها بياض وهذا من أجمل ما يكون في أوصاف الأفراس والخيول غر محجلة طلق اليمين قال وهو أول فرس غزى عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمراد بغزوته عليه الصلاة والسلام التي غزى عليها غزوة بدر فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو على فرس ويقود الغزوات راكبا فرسه صلى الله عليه وسلم في عموم غزواته وعنايته عليه الصلاة والسلام بركوب الفرس في الغزو هو من تمام أخذ العدة في الجهاد في سبيل الله تعالى لإقامة دين الله جل جلاله ولأجل بلوغ هذا الدين حيث أمر الله تعالى بها لتكون رحمته للعالمين كما قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه الأفراس التي يأتي ذكرها ورد اسمها أو وصفها أو ذكرها في بعض الوقائع والحوادث في سيرته عليه الصلاة والسلام وبعضها لم يكن كذلك لكنه مما يروى في أخبار السير وإن لم يكن لها إسناد تستند إليه في إثبات الرواية كما هو الشأن في عموم أخبار التواريخ والمغازي والسير وهو مما يعتني أهل العلم كما أسلفت بإراده وذكره واستعراضه ولو كان على سبيل العرض وليس على سبيل الاحتجاج فإنه ليس مما تبنى عليه أحكام فقهية وشرعية كما أخرج البخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف وسيأتي بعد قليل وفي حديث آخر ضعيف أخرجه بعض أهل السنن قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس يعرفهن عند أبي سعد بن سعد الساعدي فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميهن اللزاز والضرب واللحيف واللزاز من قولهم لاززته إلى سقته كما سيأتي أيضا ذكره آنفا وأول فرس كما قال المصنف هنا ملكه النبي صلى الله عليه وسلم السكب وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه الضرس فاشتراه منه بعشر أواق وأول ما غزى عليه غزوة أحد عليه الصلاة والسلام ليس مع المسلمين غيره وفرس لأبي بردة بن نيار وكان له فرس يدعى المرتجز أيضا وسيأتي ذكرها اتباعا نعم وفرس آخر يقال له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق سبحة من قولهم طرف سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري إذا كان الخير يمد يديه مدا حسنا في الجري يسمى هذا سبحة وهو من أفراسه صلى الله عليه وآله وسلم التي ارتبطها كما يقول العلماء وامتلكها وكان له فرس آخر بحر واسع الجري لأن جريه لا ينفذ وكذلك كانت فرسه عليه الصلاة والسلام وقد روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه أحمد والدارمي وقال الهيثمي ورجال أحمد ثقات وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهو الذي سابق عليه فسبق وفرس آخر يقال له المرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له به خزيمة بن ثابت حديث خزيمة بن ثابت حديث مشهور عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه في شأن خيل المرتجز حديث بن عباس رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يدعى المرتجز وسماه هكذا والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد هذا الفرس كان أشهب وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ومن أجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين سمي هذا الفرس بهذا الاسم لأنه كان له صهيل حسن كأنه ينشد رجزا وقيل هو الطرف وقيل هو النجيب والطرف والنجيب الكريم من الخيل وكان الأعرابي الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم من بني مرة الحديث الذي فيه إشارة لشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن أصحابا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابه فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابية يساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك يعني لم يكن مفاوضة بل كان بيعا قد تم عقده قال أوليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي ويقول هل أم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد يعني لم يكن حاضرا وقت عقد البيع بين النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي فقال لخزيمة متعجبا بما تشهد فقال خزيمة رضي الله عنه أشهد بتصديقك يا رسول الله يعني يكفيني أنك تقول هذا فأصدقك وهذا من عجيب إيمان الصحابة رضي الله عنهم أشبه ما يكون بتصديق أبي بكر رضي الله عنه لقصة الإسراء والمعراج لما أقبلت قريش تقول له هذا صاحبك يزعب أنه قد أتى بيت المقدس في ليلة فأسري به ثم عرج به إلى سماء سابعة فقال أو قد ذال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم فرحين كأنما أمسكوا عليه فرية يتهمونها فيه بالكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم فما كان من أبي بكر إلا أن سارع بالتصديق إن كان قد قال ذلك فلما تعجبوا قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك في خبر وحي يأتيه من السماء هذا الإيمان العجيب نستلهم منه دروسا من سير الصحابة رضي الله عنهم في صدق إيمانهم وحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا فقال لخزيمة بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين فكانت منقبة له الحديث أخرجه أبو داود والنساء والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاهم قال الحافظ المنذري هذا الأعراب هو ابن الحارث وقيل سواء ابن قيس المحاربي ذكر في الصحابة إنه جحد البيع قيل بأمر بعض المنافقين وقيل إن هذا الفرس المذكور هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ الصندي والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعراب فمات من ليلته والله تعالى أعلم وقال سهل ابن سعد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس لزاز بكسر اللام وبزائين والضريب بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء واللحيف بضم اللام وفتح الحاء المهملة وقيل بالمعجمة وقيل أن حيف بالنون فأما لزاز فأهداه له المقوقس واللحيف أهداه له ربيعة بن أبي بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض والضريب أهداه له فروة فروة بن عمر الجذامي هذه الرواية عن سهل ابن سعد رضي الله عنه يقول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس لزاز بكسر اللام وزائين والضريب بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء واللحيف تصغير لحف بضم اللاء وفتح الحاء لحيف وقيل بالمعجمة يعني لخيف وقيل نحيف بالنون على اختلاف في ضبطه قال فأما لزاز فأهداه له المقوقس حاكم مصر وأما اللحيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض يعني من الإبل والضريب أهداه له فروة بن عمر الجذامي وهكذا كان عامة أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه إهداء وقد تقدم في حديث البخاري عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائقنا فرس يقال له اللحيف وحديث سهل بن سعد هذا المذكور هنا في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يسميهن اللزاز والضريب واللحيف رواه الواقدي عنه وزاد في الحديث بالسند فأما لزاز فأهداه المقوقس إلى آخر ما قال اللزاز من قولك أو من قول العرب لا ززته أي لا صقته والفرس اللزاز المجتمع الخلق وأما الضراب بكسر الضاء فهي واحد الضراب الضرب واحد الضراب يعني جمعه ضراب هي الرواب الصغار سمي الضرب بذلك لكبره وسمانه وقيل لقوته وقال الواقدي هو الضراب بالطاء يسمى الطرب وليس الضرب هكذا ضبطه الواقدي قال سمي الطرب لتشوقه وحسن صهيله أما اللحيف بمعنى لاحف كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله يعني كأنما يطوي ذنبه الأرض فتكون كاللحاف له وقيل بل اللحيف مصغرا على اختلاف في الضبط لحيف أو لحيف كل تلك من أفراس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أهديت له أو اشتراها من بعض الصحابة من حوله فضبطها الصحابة وهي ثلاثة أوردها المصنف هنا تباعا رحمه الله تعالى سوى ما سيأتي ذكرها لكنها لما اجتمعت في رواية سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أوردها سوية نعم وكان له فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري ثم وهبه لعمر ثم وهبه عمر لرجل ثم وجده يباع فرس يسمى الورد كما قال المصنف رحمه الله تعالى أهداه له تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه الفرس الذي أهداه تميم يسمى الورد كما ضبطه المصنف هنا رحمه الله وهي من أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فرس كما قال المصنف أعطاه أهداه له تميم فأعطاه عمر بن الخطاب فحمل عليه في سبيل الله ثم وجده يباع برخص فقال له لا تشتره والورد لون بين الكوميت والأشقر يعني هو اسم للفرس لوصف اللون الذي كانت عليه الفرس قيل كانت فرس شقراء وقيل هي الفرس المسبوقة في قوله سبحة وقيل هي غيرها والعلم عند الله فهذا الذي يقال له فرس الورد ويروى أنه كان لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه والعلم عند الله في تفصيل ذلك لكن ما ذكر بيع الفرس وإهدائه لعمر ثم شراء العرابي قد ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع وغيره رحمة الله على الجميع وكان له صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل بضم الدالين المهملتين يركبها في الأسفار لما انتهى المصنف رحمه الله من جملة الأفراس التي ذكرها وساق جملة طيبة من أسمائها فقد تقدم كلام الأئمة كابن جماعة أن المجمع عليها سبعة المرتجز واللحيف واللزاز والضريب والسكب وسبحة والورد وهي التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وقد جمعها ابن جماعة في بيت كما ورد في صدر المجلس لكنهم يذكرون أيضا جملة من أسماء الأفراس التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم غير ما تقدم ذكره هنا في هذا النص الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فمما يروى في ذلك فرس تقال لها شقراء وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم امتلك أفراسا أخر قيل كان يقال لبعض أفراسه عليه الصلاة والسلام الضريس أو الضريس وقال بعضهم كان له ذو العقال وكان بعضهم يسميه أيضا بالعفال وبعضهم يشدد الفاء وبعضهم يخففها وقيل أيضا كان من أفراسه فرس يقال له البحر اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه مرات فجث على ركبتيه ومسح وجهه وقال ما أنت إلا بحر وقيل كان كوميت وقيل هو الأدهم وغيره فهذه جملة أفراس تذكر كما تقدم في اختلاف العدد يروى فيها غير ما واحد لكن المتفق السبعة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا السياق ولذلك قال الحافظ الدمياطي فهذه سبعة أفراس متفق عليها ثم ذكر بعدها خمسة عشر فرسا مختلفا فيها قال قد شرحناها في كتاب الخيل وقد أوردها أيضا الذهبي رحمه الله وغير واحد نقلا عنه لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأفراس انتقل إلى الدواب بالأخر فذكر هاهنا البغلة وسيذكر الناقة ثم يذكر الحمار في جملة الدواب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها وكان له صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل بضم الدالين المهملتين يركبها في الأسفار وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كبرت وذهبت أسنانها وكان يجش لها الشعير وكان يجش وكان يجش لها الشعير يجش يعني يطحن لها الشعير لأجل ذهاب أسنانها فلا تقوى على مضغه فيطحن لها الشعير لتقدر على أكله وماتت بينبع ينبع هي البلد المعروف بهذا الاسم إلى يوم الناس هذا الواقعة في الطريق بين مكة والمدينة بلدة حاضرة كبيرة ذات ميناء ومطار وحضارة وعيش مزدهر ماتت بينبع يعني أن في سيرة هذه البغلة التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن في جملة ما أهدي إليه من المقوقس حاكم مصر الذي بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب في ضمن ما خاطب به الملوك والأمراء والرؤساء فرد له مع رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا منها بغلة وبعض الجوار وحمار كما سيأتي ذكره بعد قليل فقد كان هذا من جملة ما أهدي لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وروينا في تاريخ دمشق من طرق أنها بقيت حتى قاتل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته الخوارج ذكر أيضا في الرواية أنها عاشت ولم يذكر لها شأن ما تقدم ذكره بل بقيت حتى خلافة علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج فكانت عنده وأنه قاتل عليها يعني امتداد عمرها وبقائها إلى ذلك الزمن في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقد قال أبو حميد الساعدي غزونا تبوك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردة قيل أيضا وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغلة وجبة سندس في إسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أما التي تقدم ذكرها المسمات بدلدل فهي التي أهداها المقوقس شهباء اللوني أهداها مع حمار سيأتي ذكره يقال له عفير وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجذام مع حمار يقال له يعفور فوهب البغلة لأبي بكر وبغلة أخرى والعلم عند الله وكان له صلى الله عليه وسلم ناقته العباء ويقال لها أيضا الجدعاء والقصواء هكذا روينا عن محمد بن إبراهيم التيمي أن هذه الأسماء الثلاثة لناقة واحدة وكذا قاله غيره وقيلهن ثلاث هذه أشهر نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهرها من حيث الرواية وذكرها في السيرة ناقته القصواء التي حج عليها صلى الله عليه وآله وسلم والتي ركبها عام الفتحي وغيرها من الروايات هذه الناقة يقال لها العضباء ويقال لها الجدعاء ويقال لها القصواء وروى المصنف عن محمد بن إبراهيم التيمي أن الأسماء الثلاثة لناقة واحدة وقيل بل هن ثلاث نوق واحدة تسمى الجدعاء والثانية القصواء والثالثة العضباء وهذا مما يذكره المصنفون في جمع الروايات التي وردت في أسماء نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لا يكون في الرواية تفصيل واضح صريح صحيح يعين على الجزم بواحدة من تلك الأقوال المذكورة إلا أن الاجتهاد يحملهم على تحري الجمع في هذه الروايات الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء والعضباء والجدعاء كانت شهباء اللون يعني بيضاء يميل بياضها إلى حمرة عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة يعني يوم العقبة في حجة الوداع لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك يعني لم تكن بالبطيئة التي لا تمشي إلا بضرب أو تطرد طردا من المكان حتى تبرح ولا يناديها سائقها أو سائسها أو راكبها إليك إليك حتى تمشي بل كانت بطواعة منقادة سهلة المسير يسيرة ذلولة الحديث حسن كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله ومعنى الصهباء قال على ناقة صهباء يعني شقراء اللون كما أسلفت في وصف لونها فهذه نوق رسول الله عليه الصلاة والسلام التي اقتصر المصنف رحمه الله على هذا القدر منها وكان له حمار يقال له عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء وذكره القاضي عياض بالغين المعجمة يعني غفير هكذا ذكره القاضي عياض بالغين واتفقوا على تغليظه في ذلك مات عفير في حجة الوداع هذا الحمار الذي تقدم ذكره في جملة مهديات المقوقس حاكم مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بغلته دلدل التي تقدم ذكره آنفا وهذا الحمار ذكره القاضي عياض بالغين كما تقدم وغلطه العلماء أنه ربما كان تصحيفا أو تحريفا حماره عفير مات في حجة الوداع بخلاف البغلة دلدل التي كان يركبها في الأسفار والتي بقيت بعده حتى كبرت وذهبت أسنانها كما تقدم وقيل إنها بقيت إلى زمن خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه والعلم عند الله وكان له في وقت عشرون لقحة ومئة تشات وثلاثة أرماح وثلاثة أقواس كان له في وقت عشرون لقحة هنا انتهى الكلام يريد أن اللقاح يعني النوق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكها ذات حليب الناقة الحلوب تسمى لقحة وجمعها لقاح كان له في وقت عشرون لقحة يريد أن هذا العدد العشرين لم يكن مجموعة مجتمعة عند النبي عليه الصلاة والسلام باختلاف الفترات بل إنه اجتمعت له في آن واحد المقصود من ذلك إشارة إلى أن امتلاك هذا العدد من الناقة الحلوب ليس أمرا يسيرا بل يدل على ساعة وإيسار وهكذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض أيام حياته عليه الصلاة والسلام كان له في وقت عشرون لقحة يعني اجتمعت له في آن واحد بخلاف باقي الأوقات فقد يكون عنده شيء منها في وقت دون وقت إنما كان مجموع ذلك متفاوت والذي اجتمع له في آن واحد عشرون لقحة صلى الله عليه وسلم من أين جاءته هل كانت شراء أم كانت مغنما يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عشرون لقحة بالغابة والغابة اسم مكان قرب المدينة وهي التي حصلت فيها غزوة الغابة يراح إليه منها كل ليلة بقربتين باللبن يعني يأتيه الرعاة في آخر النهار كل يوم بقربتين باللبن من لقاحه التي كانت في ذلك المرعى كان له خمس عشرة لقحة يرعاها يسار مولاه الذي قتله العرانيون واستاقوا اللقاح فجيء بهم فسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم في غزوة العرانيين فالمقصود بهذا العدد من اللقاح مجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النوق التي كانت تستعمل في الركوب أحيانا وفي الأغلب والأكثر الاستفادة من در لبنها أو إهدائها أو التصدق بها صلى الله عليه وسلم أما قوله ومئة شا ليس المقصود أيضا أنها في وقت دون وقت قال كان له في وقت عشرون لقحة وكان له مئة شات وثلاثة أرواح وثلاثة أقواس لما تكلم على الدوام بالتي ملك عليه الصلاة والسلام ذكر الأفراس ثم ذكر النوق واللقاح وانتقل إلى الشياه قال كان له مئة شات وهذا العدد أيضا ليس بالقليل فامتلاك نبينا صلى الله عليه وسلم لمئة رأس من الغنم كانت من أجل أن تكون تحت يديه لإهداء أو تصدق أو إطعام قال الذهبي رحمه الله كان له مئة شات لا يريد أن تزيد كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاتا يذبحه فيطعم ويطعم ويهدي ويتصدق منه صلوات ربي وسلامه عليه لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الدواب والمركوبات انطلق وانتقل إلى ذكر السلاح الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثلاثة أرماح وثلاثة أقواس وستة أسياف منها ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ودرعان والترس وخاتم وقدح غليظ من خشب وراية سوداء مربعة من نمرة ولواء أبيض وروي أسود كان له صلى الله عليه وسلم من السلاح ثلاثة أرماح وثلاثة أقواس وستة أسياف وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأسلحة كان مما غنمه عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه وأكثر ما كان من ذلك في مغانمه عليه الصلاة والسلام من غزو اليهود وحصارهم وإجلائهم وخصوصا بني قريضة فقد اجتمع له عليه الصلاة والسلام من عتادهم وسلاحهم شيء كثير وفير ثلاثة أرماح اجتمعت له في وقت متعدد ثلاثة أقواس القوس الذي يرمى به السهم ستة أسياف متعددة أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعضها لبعض أصحابه واقتنى بعضها من أشهر أسيافه ذو الفقار يضبط بفتح الفائي ويضبط بكسرها ذو الفقار قيل سمي بذلك لفقرات أي نقرات كانت في ظهر حد السيف جميلة الشكل صنعت كذلك يعني كان حد السيف من أعلاه في ظهره فيه فقرات فسمي ذو الفقار وقيل ذو الفقار من الفقر وهو القطع الشديد فأيا كان فهو اسم مأخوذ من وصف لفقرات يعني نقرات كانت في ظهر حد السيف أو كانت لوصف حدته في القطع وشدته في الضرب قال تنفله يوم بدر يعني أصابه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم يوم بدر فكان من النفل الذي خصه لنفسه صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد في قصة غزوة أحد لما شاور أصحابه صلى الله عليه وسلم وقد بلغه مسير قريش برجالها وخيلها وعتادها إليه في المدينة وقد اختلف الصحابة بين رأي الخروج من المدينة أو البقاء فيها فقص عليهم رؤياه التي رأى وهو أنه هز السيف فانقطع صدره فأوله بقتل أصحابه في أحد كما في الصحيحين والسيف الذي رؤيا في المنام هو سيفه ذو الفقار قال وله درعان وترس الدرعان مثنى درع والمراد به ما يلبسه المقاتل من لباس من حلقات حديد يلبسها كالقميص فتكون وقاية لصدر المقاتل وظهرها حلقات حديد يتقي بها المقاتل ضرب السيوف ووقع الرماح ونحو ذلك ولما قاتل عليه الصلاة والسلام يوم أحد ظاهر بين درعين كما في الحديث الصحيح يعني لبس درعين لا درعا واحدا قال وله ترس والترس هو القرص من حديد مصفح يستعمله المقاتل يمسكه يتقي به أيضا ضرب السيف والرمح ونحوه قال وله قدح غليظ وله خاتم اتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم لما هم بالكتابة إلى رؤساء الوفود والملوك وأرباب الحكم والسلطنة في جهات عدة قيل له إن الملوك لا تقبل كتابا إلا إذا كان بختم فاتخذ خاتما وجعل نقشه من أسفل إلى أعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح غليظ من خشب هو أحد قداحه التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام للشرب والتوضع ونحو ذلك وكان له تور من حجارة وكان له طست من ماء يستعمله للاغتسال عليه الصلاة والسلام تور أو طست وكان له أيضا قدح فانكسر فاتخذ مكان الكسر أو الشعب سلسلة من فضة وله راية سوداء مربعة من نمرة وصف لنوع القماش الذي اتخذت منه الراية الراية التي يستعملها الجيش في القتال ترفع لتكون راية يجتمع عليها أفراد الجيش ويتجهون بتوجهها حيث ما صارت يحملها حامل راية القوم وصفت باللون الأسود وأن شكلها كان مربعا وفي راية أخرى كان له لواء أبيض وفي لوع ثالث قال بل كان أسود وعلى كل حال فهي رايات تتخذ يعلمها أصحاب الجيش لتكون معلما لهم في القتال يتخذونه للقياد خلفه واتباع ما يسير إليه صاحب الراية بأمر قائد الجيش فهذه جملة خصائصه المتعلقة بالأفراس والدواب والسلاح والمقتنيات صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم أن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وما أكرمه الله تعالى به وما أفاضه على العالمين من آثاره صلى الله عليه وسلم غير منحصرة ولا يمكن استقصاؤها لا سيما في هذا الكتاب الموضوع للإشارة إلى نبذ من عيون الأسماء وما يتعلق بها وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته ولأن مقصود تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله في أوله يقصد المصنف رحمه الله أنه بعدما تمت الفصول التي قضينا فيها 12 مجلسا سابقا فيما مضى كلها كانت نبذة مختصرة أما استقصاء أحواله عليه الصلاة والسلام وسيرته العطيرة وما ناقبه وما أكرمه الله تعالى به وما أفاض على العالمين من آثاره قال فذلك غير منحصر وصدق رحمه الله قال ولا يمكن استقصاؤها وصدق وبر رحمه الله لكن قال لا سيما في هذا الكتاب الموضوع للإشارة إلى نبذ من عيون الأسماء وما يتعلق بها قال وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته فهو لم يرد الاستقصاء ولما أراد الاختصار كان حتما عليه أن يترك بعض ما يروى ويحفظ في ذلك لأجل قصد الاختصار الذي يراد به الاقتصار على مهمات الجمل وعلى رؤوس المعاني في كل فصل وباب يقصده رحمه الله تعالى وهو كما قال لأن مقصود تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وقد أجاد رحمه الله في ذكر ذلك على إيجاز واختصار وها نحن ذا نتدارسه بعد قرون من وفاة المصنف رحمه الله تعالى فنأتي على ذلك الإيجاز نطوف به ونتفيأ في ظلاله ونقضي فيه مجالس عطرة في ليالي الجمع من رحاب بيت الله الحرام فصلى الله على نبينا وسلم ورحم الله الإمام النووي المصنف ولأن مقصود تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله في أوله وقد حصل ذلك ولله الحمد وكيف لا يشرف كتاب صدر بأحوال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحبيب المجتبى خيرة العالم وخاتم النبيين إمام المتقين وسيد المرسلين هادي الأمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه رحم الله المصنف وجزاه خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته أراد أن ذلك من تمام التشريف كيف لا يشرف كتاب يتضمن تلك المعاني كيف لا يشرف مجلس يا كرام يشتغل بهذه الجمل ويجعل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا مباركا عطرا تتلألأ به الصحائف بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تزدان به الحياة بتنزيل صلوات ربنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى قال كيف لا يشرف كتاب يصدر بأحواله وهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى خيرة العالم وخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين هذه الأمة ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وهذا أوان الشروع في آخر فصول الكتاب التي تتم بها هذه المقدمة العاطرة في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها الخصائص التي يقصد بها أحد أنواع العلوم النبوية والمراد بها ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحكام أو من المناقب والفضائل والكرمات فذلك خصائص يعني لا يشاركه فيه غيره من الأمة عليه الصلاة والسلام وربما كان بعض تلك الخصائص وخصوصا في باب المناقب كانت مما تفرد به عن إخوته الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فهي تكون أيضا من أجل الخصائص وأشرفها فتكون ميزة أعظم وأجل في خصوصه أو في خصوصيته عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى من المناقب والفضائل كما سيأتي ذكرها هذه الخصائص جمعها عدد من أهل العلم وأحصوها ثم أفردوها في مصنفات كما أفردت العلوم النبوية الأخرى بمصنفات وقد أفردت الشمائل وأفردت الدلائل والمعجزات وأفردت السيرة النبوية وأفردت الخصائص وأفردت أيضا الرواية للحديث النبوي كل ذلك قد أفرد ومما أفرد الخصائص النبوية بكلام يخصها فيما يتعلق بجمعها ولما جمعها العلماء رحمة الله عليهم نظروا فإذا تلك الخصائص أنواع إن كانت في الأحكام فتارة تكون أمورا واجبة خص بها صلى الله عليه وسلم وتارة تكون أمورا مستحبة وتارة تكون محرمة ورابعة تكون أمورا تختص به صلى الله عليه وآله وسلم أراد المصنف رحمه الله أن تلك الخصائص مما اعتنى أهل العلم بذكرها واستقصائها وقد كان لنا مجلس قبل شروعنا في تهذيب السيرة النبوية التي نحن في خواتيمها كانت لنا مجالس خصصناها لمدارسة كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن أحمد الأنصاري بن الملق الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة أربع وثمانمائة من الهجرة ولأننا استوفينا شرح تلك الخصائص في كتاب مفرد بأكمله في مجالس متعددة فإن ذلك يغني عن كثير من التفصيل والاستطراد فيما يأتي ذكره في هذا الفصل وهو خاتمة هذه المقدمة في تهذيب السيرة فسنحيل في كثير من المواضع شرحا وتفصيلا واستدلالا وترجيحا إلى ما تقدم ذكره بإسهاب وتفصيل وتعليق على ما ساقه ابن الملق الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عقدنا له مجالس متعددة لشرحه من هذا المكان في هذه البقعة المباركة بالرحاب بيت الله الحرام فيما سبق قبل شروعنا في هذا الكتاب سائرين الله التوفيق والسداد نعم فصل فصل في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها وهذا فصل نفيس وعادة أصحابنا يذكرونه في أول كتاب النكاح لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح أكثر من غيرها قال المصنف رحمه الله هذا الفصل نفيس لاختصاصه بهذا الجانب من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام فهو نفيس من هذا الباب قال وعادة أصحابنا يذكرونه في أول كتاب النكاح وصدق رحمه الله في هذه الجملة من وجهين أولاهما أن ذلك مما غلب عليه فقهاء الشافعية رحمه الله غيرهم من فقهاء المذاهب رحمهم الله يعني لا يعرف لغير الشافعية عناية بذكر الخصائص النبوية بمفردات في التآليف ومصنفات مستقلة مفردة والجملة الثانية أنهم اعتنوا بهذا في أول كتاب النكاح وسبب ذلك كما تقدم في شرح كتاب غاية السول أن الموضع في كتب الفقه البارز الذي يأتي فيه ذكر اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأحكام لا تشاركه فيه الأمة هو باب النكاح حيث خص بجواز نكاح ما زاد على أربع من النساء فيجد الفقهاء في ذلك الموضع مناسبة للاستطراد في استقصاء وإحصاء باقي وجوه الخصائص النبوية فيأتون عليها بتصنيف وتبويب حتى اتسعت بعض كتب الفقه في باب النكاح عند الشافعية في سرد تلك الخصائص ثم جاء من بعدهم من أفرد تلك الخصائص بشرح واستدلال وترجيح وذكر خلاف والأدلة وما يتعلق بها كما صنع ابن الملقن في كتاب غاية السول وغيره رحم الله الجميع قالت نووي هنا عادة أصحابنا يذكرونه في أول كتاب النكاح لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح أكثر من غيرها ولأنها أيضا أول موضع في الفقه يبرز فيه ذلك المعنى بوضوح عن الخصائص نعم خص بجواز نكاح ما زاد على أربع من النساء خص بنكاح من وهبت نفسه له كما قال ربنا عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ومسائل أخر في أنه أعتق بعض جواريه وجعل عتقها صداقها في غيرها من المواضع التي ذكرت فيها خصوصية قال لأنها في النكاح أكثر من غيرها نعم وقد جمعتها في الروضة مستقصاة لله الحم يقصد كتابه الفقهية الشافعية الجليل روضة الطالبين وعمدة المفتين ذكرها في كتاب النكاح في أول المجلد السابع منه وهذا الكتاب لا يحتمل بسطها هذا الكتاب يشير به إلى ما نتدارسه في تهذيب السيرة النبوية وهذا الكتاب لا يحتمل بسطها فأشير فيه إلى مقاصدها مقتصرة إن شاء الله تعالى قال أصحابنا خصائصه صلى الله عليه وسلم أربعة أضرب أربعة أضرب جمع ضرب يعني أربعة أنواع لما حصر العلماء رحمهم الله تعالى ذكر الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك في وجوه أربعة أولها الخصائص من الواجبات يعني ما وجب عليه دون أمته عليه الصلاة والسلام ثانيها الخصائص من المستحبات ثالثها الخصائص من المحرمات رابعها الخصائص من المناقب والفضائل والكرامات وقد ذكر المصنف أنه سيكتفي إلى الإشارة إلى المقاصد في تلك الأنواع مختصرة نعم الضرب الأول الضرب الأول مختص به رسول الله مختص مختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات قالوا والحكمة فيه زيادة الزلفة والدرجات العلا فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم كما صرح به في الحديث الصحيح هذا جواب عن سؤال كيف نقول إن الواجبات التي هي تكليف وزيادة عبء ومشقة وهي لأجل ابتلاء العباد واختبارهم هل سيكون إيجاب أمور يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم زيادة على أمته هل هي من باب الإشقاق عليه صلى الله عليه وسلم بزيادة التكليف قالوا لا لس هو من هذا الباب إنما هو من باب الزيادة درجاته ورفعة قدره ومقامه عند ربه كيف لأن ثواب الفرض أعظم ومضاعف على ثواب النوافل فإذا كان الفعل نافلة في حق الأمة واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام فيكون فعله مضاعفا أجره كما سيأتي في الوتر والضحى وقيام الليل هذه مستحبات يفعلها العباد في الأمة يكتسبون بها الحسنات لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يفعلها من باب الوجوب فيكون أجرها عنده مضاعفا صلوات الله وسلامه عليه إكراما من ربه واختصاصا له بإيجاب تلك الواجبات وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فثواب الفرض أعظم وأكبر أجر ونقل إمام الحرمين عن بعض أصحابنا أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل سبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث والحديث فيه مقال لا يصححه عدد من أهل العلم فمن هذا الضرب يعني المختص به من الواجبات صلاة الضحى ومنه الأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشاورة والصحيح عند أصحابنا أنها واجبات عليه وقيل سنن والأصح عند أصحابنا أن الوتر غير التهجد والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة وهذا المنصوص للشافعي رحمه الله قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وفي صحيح مسلما عن عائشة ما يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قالت فقام نبي الله وأصحابه حولا يعني سنة وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصال قيام الليل تطوعا بعد فريضة فهذه الأمور التهجد والأضحية والوتر وصلاة الضحى والسواك والمشورة في جملة أدلة مستقلة بكل واحدة منها مثل ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومثل فصل لربك وانحر في الأضحية ومثل أمره بالسواك ومثل فشاورهم في الأمر مما حمله بعض أهل العلم على الوجوب استثنى المصنف في تصحيحه وترجيحه قيام الليل التهجد وأنه أضحى سنة في حقه وحق أمته على السوا ومنه مجوب مصابرته على العدو وإن كثروا وزادوا على الضعف مجوب مصابرة يعني استمرار القتال والصبر على لقاء العدو وعدم جوازي الانسحاب أو الرجوع عن الجهاد نعم ومنه قضاء دين من مات عليه دين لم يخلف وفاء وقيل كان يقضيه تكرما لا وجوبا والأصح عند أصحابنا أنه كان واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فعلي دين وقيل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة والحديث في الصحيحين وسيأتي في المجلس المقبل إن شاء الله جملة في تتمة الواجبات في النكاح فإن أهل العلم يقسمون الخصائص إلى ما يختص بالنكاح وما يعم غيرها من أبواب الشريعة نأتي عليها تباعا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد مستكثرين ليلتنا وجمعتنا غدا من الصلاة والسلام على الهاد البشير والسراج المنيري صلى الله عليه وسلم لا يذكرون محمدا في سيرة إلا تعطر من شذاه المجلس صلوا عليه وآله وصحابه ليفوح ريحان وينبت نرجس فاللهم صل وسلم وبارك عليه واجعل لنا إله ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين